شايف من التشكيل المناسب لي اه فانا لما لعب اه انا بس احوضح حاجة وسيطة عشان هي دي اه احنا بنتكلم في سيستم لازم حد ينبهه للنقطة دي وبعدين في افريقيا لو قفلت كويس هتهاجم كويس ليه في قاعدة في كورة القدم بتقول اللي بيدافع كمنظومة بيحق بطولات واللي بيهاجم بمنظومة بيكسب مباريات يعني لما دافع كويس هاجيب بطولة ايطاليا مثلا النسخة الاخيرة او كده او قبل الاخيرة ايطاليا في اليورو فرنسا في كاس العالم ايوه امتقدوا دي شامب لما كان بيدافع طبعا تشيلسي في دورة يا بطالة قربة عد بقى نحط لقاعدة لستر خد دوري بالدفاع مش عيب يبقى اذا الدفاع الدفاع كمنظومة يؤطي ويمنحنا بطولة والنحية الهجومية برضو كمنظومة تمنحنا كسب مباريات فانت لو كسبت مباريات هتكسب البطولة لانت بتدافع كويس والتاريخ بيقول كده اخر اربع بطولات والخمسة بهدف في الديئة الاخيرة يبقى اذا اربعة ثلاثة هي ناحية هجومية التشكيل المناسب لها اول مباراة هو طبعا مش هيخرج الا يعني محمد الشناوي وينش حجازي اكرم فتوح ههو بلعب بطريقة المثلث المقلوب هيبقى قاعدته حمد فتحي وهيبقى ان انه موجود والمشكلة لو السلاء موجود مش موجود السلاء مش موجود واحد من التلاتة لاما عبدالله السعيد لاما يجيب زيزو ويحطه التالت لاما ممكن امر مرموش وده صعب شوية انه يحطه في المكان ده او مهند نشي ممكن ترزيجيه عرفا ممكن بس هو مش هيدفع بترزيجيه مرة واحدة التلاتة اللي قدام انا يعني لو عبدالله السعيد بدأ حيبقى شيء رائع بس انا هقولك عن المشكلة وهتبقى مشكلة كبيرة لان انت بتلاعب نيجيريا فريق قوي في التلتة الهجومي يعني عنده كالو عنده ايجالو عنده ايوبي عنده احمد موسى الاربعة دول مشكلة كبيرة ايجالو ده هدف من من الطراز الاول بيجيب من نص فرصة من ربع فرصة ومش مهاجم صريح فرص حربة ومهاجم صريح وعشان نتكلم في المهاجم الصريح ورص حربة ده قصة كبيرة يعني محطة يعني قوي يعني يجلعب رجليني مين الشمال ايه المشكلة هتوجهنا المشكلة ان انا هلعب بتلاتة قدام والتلاتة وفوسط الملعب انه هيبقى في حمد فاردح كارتي كاز اه سبيقى قدامه اتنين محاور الاتنين محاور دول هنقول الناس يومين عبدالله السعيد بسا عبدالله السعيد هيبقى قريب من التلاتة اللي في الهجوم اللي في الهجوم محمد صلاح مصطفى محمد زيزو عمر مرموش اه ايه تريزي جي حيبقى قريب من الثلاثة حيبقى مش هيطلع برة فالمثلث حيبقى مقلوب لو وحيبقى جانب حمد فتحي شوية انني طيب ايه المشكلة لو ما فيه زكاء يعني دلوقتي العالم كله بيتكلم على ايه الظهير الازهرة الظهير الوهمي المهاجم القوي الاجنحة ده زمنهم اه زمنهم ولكن هذا الزمن انا بقول عليه هو زمن الارتكاز لان الارتكاز ده هو الخط الدفاع الاول من قدام مثلا لتلت الهجومي ولكن الارتكاز مهم جدا لو الارتكاز بعد عنه النني وبعد عنه عبدالله السعيد هتبقى فيه منطقة تجويف المنطقة دي بيسمى في كورة القدم الهاف سبيس الهاف سبيس دي هتبقى منطقة التجويف دي فضية وهتلقى كبيرة على حمد فتحي فهيضطر ليتحرك فيها بقى مين؟ المجموع ايوبي ووكاله و احمد موسى و يخش جوه و يشتغله من خلف عبدالله السعيد او النني فهتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا من فنية فانا بأتكلم ايه ان احنا لازم كجهاز لازم يعرف ان احنا والمباراة صعبة ليه نيجيريا واول مباراة وانت خارج من قاس عرب فيه رتوبة فلازم يبقى فيه حذر لازم فيه مش بقول لها يدافع ولكن المنطقة دي نعملها كويس جدا والمنطقة اللي قدام بقى لو اشتغلنا كويس اما محمد صلاح معزيزو او مصطفى محمد او عبدالله السعيد لا عندهم مشاكل دفاعية و ممكن نحقق الفوزة